اسمع ثم ابتسم ثم تجاهل رحم الله امرئ تغافل لأجل بقاء الود فإن نقاء القلب ليس عيبا والتغافل ليس غباء والتسامح ليس ضعبا بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام السلام عليكم الغليات وشارككم يا ربي تكونوا كامل بقير تكونوا اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين وشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا ربي العالمين نرحب بكم كامل حبيبة قلبي مرحبا بكم في الفيديو تعالى عنها اليوم منورين ومشرفين القناة ولأول مرة تجوز من نقولك حبيبتي ما تنسيش الاشتراك وتفعيل جرسك باش توصلي بجديد حرية القصبة الفيديو تعالى عنها اليوم فيديو تحفيزي يعني مئة بالمئة صبيحة معايا هكذا يا ربني شاركتكم كامل وش درت نتمنى منكم تبدأولي الفيديو بجام ولا لايك ولا البصمة كي ما حبيتوا اسموها المهم لايك لايك اللي بنات حكا باش الفيديو يعني ما تطلعنا شوية الفيديو بسكي فريمان الفيديو اللي فاتت والله العدي مغار يعني فريمان جتي ديسو بسكي علاش يعني نتعب ونصور ودات لكم زي ما في فيديو حكا باش ما تغرقوش في الروتين وكامل بسح مالورزما الفيديو كامل مطلعتش معنا بعليش وعلاش اللهم مستعال المهم يا البنات اصبحنا واصبح الملكو لله يعني هايليك الكيكا اللي درتها معاكم الفيديو السابق هنا شربت قهيوتي وناخد وقتي كي ما قلت لكم دايما وتانيك البنات راني ناخد الماليزيوم عباكم كيف راحي ايانا نشريه وناخدو باش هكدا يعاوني سوختو كي نكون هكدا مع التاب والا احنا يا عبولت على هاد لي زي ما البنات يعني راني نتويوتو كامل اليوم ويعني كاينو معنات باش نجبدهم مشالله للشهر الفاضيل يعني مازال مجبدهمش دونك درتلو هاد التخميلها هكدا هي ودكتوفو تغييرات ليدرتهم وممطن يعني كي ما قلت لكم راحة نفسية يعني احنا يعلم لكم نبدلو حاجة نبدلو لها بلاست هابرك تطلع لنا الموعة الفالة هادي هي انتمدنا إن شاء الله راكم كامل ملاحنتو متاني وراكم بديتو في شغالاتكم هكدا لي راه يعني عدزينا لي راه مازال مدير توالو وقلكم ان شاء الله هاد الفيديو ان شاء الله تعطيكم يعني ان كتوفو سولا تعطيكم يعني دعمو لا تحفيزو كيف حبيتو سموه والا واليوم يا البنات حبيت نادلكم على صلاة الضحى يعني اللي راني عاهد نفسي اني منزيش نحبسها بإذن الله يعني شوفو صلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة وشن هي صلاة الضحى ولكن فيش نصل صلاة الضحى صلاة الضحى أقلها ركعتين وأكثرها تمان ركعتين نصلوا كل ركعتين ونسلموا ووش هو فضل أجر صلاة الضحى صلاة الضحى هي سنة وصانة بها النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الدحاء إلا أواب وهي صلاة الأوابين من هم الأوابين واش معنى أواب الأواب هو التائب العائد المقبل على الله عز وجل وصلاة الدحاء وكأنك تتصدق 360 صدقاء على المفاصل جسمك يعني كل مفصل قالنا نتصدق عليه 360 صدقاء اللهم بارك سبحان الله ومن صلى أول النهار 4 كفيته آخره كفيته آخره يعني تقدروا تصلي وقالت لكم زوج ركعات وتسلموا من ركعتين حتى 8 ركعات إذا صليتوا أربع عبرك يعني قال لك كفيته آخر النهار وش معنتها يعني إذا صليتوا في أول نهار 4 ركعات من صلاة الدحاء ركعتين وتسلموا ركعتين وتسلموا كما قلت لكم كفاك الله عز وجل شرة آخرة هذا اليوم يعني إن شاء الله نعودوا نفسنا على صلاة هذه على هذه الصلاة ويعني كل يوم إن شاء الله ما نزيدوش نخلوها وكيما نجي نديلكم موتيفاسيون على الشغل والتنظيم والترتيب والطياب وكامل لازم يعني نحفزوا بعضنا على أمور الدين يعني هذه هي يا حبيبة قلبي وهنا البنات هاديك لاتوال سيغي على باكم أنا كيت قدم لي هاكدا إنا بلاتوال سيغي ولا ما نرميهاش دونك شوفوا كيف جدت لها دكتشرشي فوضيتها بغسلة بين سير وجيت هنا هاكدا شوفوش حاجة الشابة وبقاوا معايا كملوا الفيديو الأخير دونك شوفوا كيف شرتك كامل هذ اللي زيلي من هذا ومنطلح بيت ثاني كنحكي في السيجي يعني على بلي اختبارات وعلى بلي يراكم كامل غارقين مع وليداتكم ربي يقدرنا ويقدركم إن شاء الله وحبيت نهضر في واحد النقطة اللي هي يعني الوالدين اللي ما يخلوش وليداتهم يتكلو على رحوم ولا بمعنى صح يعني كين دراري يعني شوفوا دوناتشي وهم ما هكداك لو كان ما تقعدش معاهم لامامونتيالهم ما يقرأوش و لو كان ما تقعدش معاهم ما يديروش هدوك تمارين وعلى بلي كامل كل وحدة جزت من هذا الطريق أنا شوفوا بنتي كي كانت صغيرة كانت عندها هات الطبيعة يعني تحب غير تلعب لو كان ما قعدش قدمها ما تقرأش ما بالصح شوفوا بالعقل 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 حببتها يعني في قرأيتها وخليتها يعني تتكل على نفسها وممطن نبقى نعس فيها من البعيد بينسور يعني نراقبلها الكاراريس نشوفوا هلية تكتب الدروس فهمتوني البلات يعني هذا هاد السواجة يعني نشوف فيه اللي أراهو تخيز امبورتون بسك كين دراري لو كان ما تقعدش معاهم يما هم كي ما قلت لكم ما يقرأش ويعني هادي الدنيا لما من تكون مريدة تكون يعني لقدر الله يعني دارت دارت مكانتش في الدار مانيش عارفة المهم لو كان ما تقعدش معاهم ما يقرأش هادي حاجة لازم تعودوا وليتكم بش يتكلوا على رحم فالا هادي هي لازم كي ما قال تعودوهم باللي حببوهم في قرأيتهم وعودوهم بش يديروا الواجبات تحهم يعني بلا ما لازم تقعد معاهم هادي هي فالا ان شاء الله تكونوا افهمتوني وكينا حاجة تانيك يعني رقبيلهم الدروس تحهم يعني كل يوم كل ما يجيوا طلي على هادوك الكالاري شوفوا لهم يكتبوا الدروس مشي حتي يلحقوا الاختبارات ويراكموا هديك الحفيظة وكامل ومبعداتي تصيبي يعني وش تقري وش تخلي فالا هادي هي يعني بعد ما شوفوا لكم كل درس يتحفظ في وقتو على بلكم كي يجوا الاختبارات تجيكم ساهلة وكي ما قالت تولي تراجعي لهم برك خفيف خفيف وديلوهم دي سيوجي وان شاء الله يتحصلوا كامل على نقاط ان شاء الله ياربي تكون نقولو ما قولوش ممتازة نقولو المرضية كي ما شتوني البند هادوك اللي زاسيات كانو ملطخ كوتي يعني كانو فلاقوش رجعتو فلادوات وعلاش بسكو هادوك ناكلو فيهم بتاعتو لي جوغ يعني هاك دايا بسكو شتو للكوزينيا قريبة من هاديك الكوتي وعلى باكم توجو ناقولو يتسبكو لي سي بوغصاب بدلت هادوك الكيسان ولا خل مليها ودوك تشوفوا معايا كيفاش رتبتهم ولو وريتلكم الله ما انتبهت الى جسد هاديك اللقطات ها ما وغصت مع الوسيجية تاعة القناة هنا ثانيك حبيت نهضر واحدة نشكر واحدة المشتركة يعني كانت طاطني الملاحظة نقولها ربي جازيك اللي اعطاها لها قالت لك الخدام شوفوا كي تكون لكوزينيا قطعكم هاك دايا سخونة شامي ترغونوها بسكو كانت طاطني الملاحظة لواحدة الخطرات تخسر معاكم ولا ترشى لكوزينيا ديالكم وهنا احبيت نعطيكم تانيك انا تدبيرا شوفوا بعد ما تغسلوها وتنشفوها تغسلوها تعودو لها دايما بتشليق ناشف هكذا شوفوا هادي كلاب غيانس ليطيها لها يعني ما شاء الله هادي يالكو تشوفوا اهلا نتعلم منكم وانتو ما تتعلموا مني هذا هو الفيدة تعهد لبارتاج ولا الفيدة تعليغوتين للناس اللي تقول لك اللي غوتين ما عندهم حتى فيدة انا اقولكم نان فيهم شحة من فيدة يعني ورانا كي ما قلت لكم تعلموا من بعضانا نقول لك هنال لشاب ليور لبنات يعني كنت دلتها معاكم العامليفات كيف شانا نتعامل مع لشاب ليور ديالي الخبز تاعكم دايما لازم تجمره في الفوق شوفوا اهما امطا الخبز تاعكم يجي بنين امطا ما يغملش ولا ما يصلى لوالو كي يكون هكذا بيا قري وانبعدا انا هنال شوفوا دلتوا في ديساشي العامليفات كنت دلتوا معاكم في بلارات وهات الخطرات دلتوا في ديساشي هكذا بشي ما ياخد ليش بلاصة في الفخيجي دا من تحت انا انا اقدرت هكا كمية الله يبارك لهم زود ساشيات كي نسحق نجبد وخلاص وبعد كي نبدأ نجبد يعني نحطها ملتاحت ولا المهم الوقت لا يستعمل وهنا عندي ثانيك فلفل كي يجيب ليها كفلفل نقطعو ثانيك صغير صغير ونخبيه نزحقوه في الصوس مع الروز المهم في البيتزا وهنا ثانيك البنات حبي تنضلكم على هذا يعني كنت استعملته من قبل وبعد خلاص لي كوشتون إشيت فينس يعني عاود شريطو بسك هاي البنات ينشف الحب اللي عندهم حب شباب أنا ولدي يعني عندي دو قال أدوليسان دوك شريطو الوليدي هكذا باش ينشف له حب شباب هذك اللي بدأ ينضلهم أكو تعرفو يعني وثانيك شريطو 30 ميل 30 ميل كوشتو نومال مو لبري ادزيالو وهنا بعد ما فطرنا الفطرنا اللي كان لوبيا يعني اليوم ما كاش وصفات في هذ الفيزيون مفصح كايين موتيفاسيون إن شاء الله كنت حفزتكم شوية وعجبتكم هذ الفيديو تانها اليوم يعني تهلا في أخدكم هنا بعد كنت دير إنا هكذا لأخر حبوب هذو ما وكامل ندير هكا تيزان نادرت تان وشديت بلاستيق وعلى بلكم يعني بعد ما صليت الضهور وغسلت سنيناتي حشاكم وكامل شديد بلاستيق نريح عبيباتي كيبا قال باشي عاودي ولي جي هاد وحد آخر ته لاشية يعني لبكم على لاشية يعني نخمل حاجة إن أميم توتانيك بنتي ناطل هادي سيوجي هكا تحلهم هذا هو يعني اللاوتي نتعنا ليرانين جوزها هاد اليامات فالا هادي هي البلدات نتمنى ما تنسونيش باللايك اللي وصلت معي احتل هنا إذا نسيت لايك ولجام أقولك حتى حبيبتي أربي حفظك إن شاء الله تبصمي بصمة الجنة ما بقى لي غير نقول لكم دوكا أتها الله في روحكم وصحيحتكم نحبكم ولموت عليكم سلام وفي أمان الله وحفظه